تجميد للبرلمان واستفتاء شعبي على الدستور وانتخابات تحدد لها السابع عشر من كانون الأول من العام المقبل أربعة أشهر من انتظار خارطة الطريق التي تحدث عنها قيس سعيد بعد قراراته المثيرة للجدل في تموز الماضي حيث تحصن بالدستور الذي أوقف العمل به ويطالب بالاستفتاء عليه الآن إذن لا جديد في القرارات الأخيرة التي أعلنها سعيد غير تأكيد المؤكد تولت ردود الفعل على قرارات الرئيس التونسي بعد تمديد تجميد البرلمان ما يعني مزيدا من الإجراءات الاستثنائية في وضع استثنائي تعيشه تونس رئاسة البرلمان التونسي عبرت عن رفضها المطلق لتعطيل مجلس النواب سنة أخرى معتبرة هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني وعلى صعيد الأحزاب فقد أعلن حزب التيار الديمقراطي وائتلاف حركة القرامة والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري وحركة النهضة وعدد من الأحزاب المعارضة أكدت رفضها لما ذهب إليه سعيد من قرارات يرونها انقلابا على ثورة الشعب التونسي فيما اعتبر التيار الشعبي التونسي أن الإجراءات التي أعلنها سعيد خطوة متقدمة في مسار الإصلاح الذي بدأه في تموز الماضي وبين هؤلاء وهؤلاء انطلقت مبادرات لحراك شعبي يحمي مقتسبات الثورة ويقف أمام ما يرونه انقلابا عليها ويراهن الداعون للحراك على النفس الطويل لإثناء سعيد عن قراراته سواء تلك التي أعلنها في تموز أو الأخيرة التي اعتبرها خارطة طريق للخروج من الأزمة اختارت المبادرة ذكر اندلاع الثورة كساعة صفر يجدد فيها الشعب التونسي كفاحه لاستكمال الثورة داعية جموع المشاركين للاستمرار في الشوارع حتى الرابع عشر من كانون الثاني ذكرى هروب بن علي رسالة تبدو واضحة لكن يبقى السؤال بشأن ما إذا كان التاريخ سيكرر نفسه مجددا ترجمة نانسي قنقر